السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله في الفقرة ديال الدواء الاصلية. ده بغا نوركم احد الخاصية اللي غنطبقوها بالنسبة للتمرين. مسلم اللي كتكون عدنا اللي لديكم يعني على اي اوكاري. الدالة الاصلية دياله راه هي ناقص واحد على اي. اوك هذي خاصية خاصكم يعني تحفظوها. يعني لكان التعبير كي تكتب الشكل اي بخيم على اي مربع. فان الدالة الاصلية هي ناقص واحد على اي. وكيما كتشوفو لديكم غنحاول نطبقها بالنسبة لها التمرين اللي عندي. لونك تمرين الشي يقول. قالك حد الدواء الاصلية للدواء التالية في كل حالة. لون غنبدو بالحالة اللولة. افدو اي اكس لديكم اش كتساوي. يا واحد يعني لا ايكس كاري زائد ماذا زائد خمسة. دابا هدو واحد على ايكس كاري. كل شي متعافق معاه قدروا نكتبو على الشكل اكس كاري. بحلي مستدر نواله. لان هدى اكس كاري هو واحد. وبالتالي الدالة الاصلية يعني لو طبقتو. الديك ساكنها. اي كيم على اي مربع. الدالة الاصلية هي ناقص واحد على اي. اكس كاري ما использую عبد الدورات. الشاحamen اي كاري ما شاحات عندك اي كاريG يعني اللي ي conjunع عبددورة اي روا اي كان يهدى الاصلية ناقص واحد على اي. وكيما كتك هأتفة يعني الدالة الاصلية دية العدد حقيقي مثلا. ارا هي ك ايكس. حسنا ما Freshman вамиكดيل الشيقاط ديال ك ايكس قدرجع. يعني ده الدالة الاصلية دية الخمسة هي مثلا خمسة ايكس ماذا يزي. ا Então غذيل رجع وبالتالي الدالة الاصلية ديال هذه الدالة الاصلية ديال واحد على ايكس يحضرنا شناية. هي ناقص واحد على ايكس BACKوقين. الدالة الاصلية دية الخمسة هي خمسة ايكس. وهنا سأزيد من طبيعة الحال واحد الكونسطان السيما تعلان حيثو السي كتنشامي لاش كي نشامي الان. دونك هذي اللاج لكم كيما كتشوفو ارا هي يعني دالة الاصلية بالنسبة للحالة واحد. دابا ان شاء الله غندوز للحالة جوج ونشوف يعني ضروري خاصة ننتبقية الخاصية بالنسبة للجوج لها لكم. اف دو ايكس كيما كتلاحظو هي ماذا? هي خمسة ايكس. قصو ما علاش? على اكس كاري. يعني ماذا؟ على اكس كاري زايد واحد. على اكس كاري زايد واحد ولو جو ويا ويا. يعني ضروري ديما الخاصية اي كاري. يعني ديما الخاصية اي كيامي يعني اي مربع الدالة الاصلة بنائش Lunay나قيس واحد. ليش? على عاودي نكشبني باش كن واضحة لRun الجاري كmnاء Unaي tour. لابا انه اف دو ايكس اي كامي. هي ماذا؟ هي وانها خمسة ايكس اي l attribute لنا لجوä وياها اي كاري زايد واحد نحاول نكتب على شكل ابخيم على اي مربع. لاحظوا معي. عايل تحت اكس كاري زائد واحد او كاري. ده يجع المقام صوت. يعني بحل اي او كاري بحل اي اي اكس كاري زائد واحد. هنا الفوق قلت لكم تيما حاولوا تزربوا على هنا. بريم. وعد غنشوف شنو اللي نعقصني. لاحظوا معي. دبا هنا من اللي كتدير الشيقاق لعد لكم. اكس كاري زائد واحد بريم. شحالها تعطينا. الشيقاق دي الواحد زرو الشيقاق دي اكس كاري زوج ايكس. بينما هنا ما عندي زوج ايكس. الشيقاق وكانت عدي هنا زوج ايكس. يعني غيكون تكافؤ بنا بالكتابة وهذه. ولكن هنا عندك خمسة ايكس. هلانت غدير خمسة. ياك مش مش مشكلة. ولكرها خمسة كينا هنا. ولكرها زوج ايكس كينا غير الآيكس. بحل ما كيناش هنا الجوج. والله بحل زنا هذه الجوج اش غنديره. غنقسمه على الارض. لكم دبا نضع نشكافه. ليش? هات الجوج اللي عندك هنا غتشي مع هات الجوج. واش غتبقى لك خمسة ايكس. هي خمسة ايكس. دونك مكيش تناقض. دبا هنا غندوز البدالة الاصلية لاردي لكم. اذا يعني البدالة الاصلية. اش غتشو لاردي لكم. هات خمسة على جوج. خلاف بلاسة. خمسة على جوج. حيش عدد حقيقي. يعني ملك يكون ضرب مش مش مشكل. هنا ولكن تكتب اللي شكل اش لارديكم. اي بخيم على اي او كار. دالة الاصلية اي ناقص واحدة. يعني اذا بدالة الاصلية اش هتكون لارديكم. هي ناقص واحد على اي. و اي اش ناية كما كتشوفو ايكس كاري زائد واحد. طب تحب بلاس واحد الكونستانتكا. اذا يعني نقدرون نصيبوهم زيان. يعني اف دو ايكس ات خمسة في ناقص واحد. رأي اي ناقص خمسة. وهات الجوج را نقدرون ديرو جوج عامي لاش اكس كاري زائد واحد. طب تحب بلس ان كونستانتكا. حيث وكا كتنتعمي لاش كتنتعمي الار. وكنضون يعني الامور واضحة. بالنسبة المثال التاني. ندوزو اللي اريد لكم المثال التالة. نشوفو عب تاني يعني الدل اللي عندي. المثال ثلاثة. عش نحاول نطبق عليها الخاصية. المثال ثلاثة. لاحظو عندي ناقص سبعة على اكس زائد واحد او كاري. وايلا. اف دو ايكس. اش كنت سأولي لكم? يعني ناقص سبعة على ايكز زائد واحد او كار. لو كل ماقام رادي مكينا يعني اي او كاري. يعني بحالي كتبال يل ايش سييره اي اي اكس زائد واحد. انا غدين صوبا عب تاني لالي. اذا اف دو ايكس. ات شو ما لاحظو معايا. هنا ايكز زائد واحد في المقام اوكاري. انا في الباصل قلت لكم تيمة زربوا على ديروا اكز زائد واحد بريم. وهتشوفوا شنو ناقصكم. دبا هادي مليك تدلو له الشيقاق. لاحظوا ما هادي كامل. وش حلقة تعطيكم الشيقاق دي ال اكس هو واحد. الشيقاق دي ال واحد هو زر. بحالك يلقى لك هنا واحد. نور مال مو. إلا كانت هنا واحد على اكز زائد واحد اوكاري. مغي كونش تناقض لان اكز زائد واحد بريم يواحد. ولكنه ما دير ليه ناقص سبعة. غام ديرتا هنا ناقص سبعة. هاي بحالي مدرناوالة. ما ناقص ماذا؟ ناقص سبعة. جرب دابا اللي حسبتي ناقص سبعة في الشيقاق دي ال واحد. ناقص سبعة في واحد. هل غا تعطينا ايه ناقص سبعة. دونك بحالي مدرناوالة. مازين. إذا داب الدالة الاصلية. شكو يقول لي يا مثلا الدالة الاصلية. هاد ناقص السبعة غير خليه حيث الضرب. وهدي وليس كتكشب الاشكلة. اي بخيم على اي او كار. يعني الدالة الاصلية. هي ناقص واحد على اي. يعني ناقص واحد. على ماذا? على اي. و اي شنية هي ايكز زائد واحد. ونقدون الامور واضحة. بليس كوا بليس ان كونستانس. هل عاون شترح هذه القادية باش ميقاش عندكم لاردكم الغومون. تبعوا معين. دابا ايكز زائد واحد لاردكم بريم على ايكز زائد واحد او كار. شنو غا تكون الدالة الاصلية ديه. هاد شو ما نقص بتحت من اي بريم على او كار. شنو هي الدالة الاصلية. كل ما كيف هي هذا؟ هنا X زائد واحد بريم هنا كينا E بريم يعني ناقص واحد على ماذا؟ على X زائد واحد لديك شيء على جدر تناقص 7 خليتها بالقل صحيح عندي ناقص 7 هنا والدال الأصلي لهذه ناقص واحد على X زائد واحد وبالتالي في التعبير يعني ديال F2X يقول يعني كنتيجة هتناقص 7 في ناقص واحد ماهي سبقى؟ بحال اللي سبقى هي 7 على X زائد واحد بلس كوى بلس كونستانت ومطبع الحال كونستانت راحت كتنشامي لاش لها دونك هذا اللع دي لكم را هو مادا هو التعبير دي البدالة الأصلية يعني F2X في الحالة في المثال كلاش ندوزن لديكم المثال الربعة يعني الحالة دي المثال الربعة ونشوفوه على التاني المثال الربعة لاحظ ما عايش عندي F2X هي X على X2-1 وقاري مازين دونك مثال ربعة F2X هي مادا هي X على مادا X2-1 وقاري دونك أول حاجة اللع ديكم خاصني تنكتبها على ذلك الشكل نحن دي ما رخصيه في دماغنا يعني دي ما إي برين على مادا على إي أو كاري دالة الأصل هي قلنا هي ناقص واحد على إي خاصني ضروري نكتبها على ذلك الشكل نشوف شكين دونك نجي أو تاني F2X أشغلت تساوي لها لكم لاحظوا معي هنا في المقام إيكس كاري ناقص واحد يعني أو كاري أشغلت لكم دي ما زربوا على ديروا بحلوكة برين دي ما شدوا هذا للوصف ديروا لي البريم وشوفوا شنو ناقصكم هذا كامل من اللي تديروا لي للشيقاق لها لكم ما حالك يعطيكم كل شي متعفق مع الشيقاق دي الواحد زارو الشيقاق دي الإيكس كاري شحال هو ماذا؟ هو جوش إيكس بينما هناك تعطينا إيكس يعني هنا فاشغلت نضرب واحد على جوج باش ما يكونش تناقض حيش وكانت هنا يعني جوج إيكس ما غيكونش مشكل وليكن حيش إلا ما درتيش واحد على جوج طبعا يكونش تكافؤ بالعبارتين بحالي الاشيقاق دي دي جوج إيكس وانت عندك هنا غير إيكس يعني باش يكون تكافؤ غتضرب واحد على جوج ما بقعش دابة تناقض لماذا؟ لأنها دي جوج كنت تختار مع الجوج وكتشقالية إيكس اللي في البسط هي النفس اللي كينا هنا دونكم كيش تناقض واللات عاو تنيت تكتب على هاتشكل خيم على إي أو كار أنا غنديرها هنا يعني إيكس كاري ناقص واحد بريم على إيكس كاري ناقص واحد أو كاري كل شي متابقно منعي بأن الدالة الأصلية هو ناقص واحد على إي بحالي إيش ناية اللي عليكم هادل إيرا هي إيكس كاري ناقص واحد إكس كاري ناقص واحد لنك شو اللي weitنن 저 Phil إذا الدالة يعني الأصلية أفضو إيكس خلي هاد العدد الحقيقي واحد لاجوج ودروفهاش لأن الدالة الأصلية لنشحال هي ماذا ناقص واحد على اكس كاري ناقص واحد بلس اشنو بلس كوا بلس كا وبالتالي يعني إلا بغينا نصوهم زيان هتولي يا ناقص واحد على ماذا على جوج عاملاش اكس كاري يعني ناقص واحد بلس ان كونسطانت حيثوك كينتامي لاش لارديكم كينتامي لار دونك هذي لارديكم ورا هي ماذا هي الدالة الأصلية في الحالة 4 بالنسبة واحد ملاحظة سيسما قلتاش لكم في الأول علاش هذي هي الدالة الأصلية ديالة حيث يدرسوش الشيقاق ديالة رغتطاعه فال جرباتها ناقص واحد على ايدل لها مثلا الشيقا يعني غتتعاملوا مع هدالة على دال يعني غندير الشيقاق ديال واحد متعافقين فاش في اي ناقص للشيقاق ديال اي فاش في ناقص واحد على اي مربع بحلي هذ ناقص واحد دالة وهذ اي للتحت دالة وبالتالي يعني اي حالة تعطيكم ناقص واحد بريم روزار اي عدد حقيقي الشيقاق دياله زار وزار يعني غدت تختازل ولاحظوا معه هنا غتتقولي ناقص واحد فهذا الناقص هي اي بريم على مادة على اي مربع وبالتالي هذي رهدالة الأصلية ديالة حيث في التعريف ديالة الأصلية اللي عقلتو كنك نقوله بحالو اف بريم دي ايكس كتعطينا اف دي ايكس يعني اف كبيرة هي ديالة الأصلية ديالة الأف صغيرة إلا كان الشيقاق ديالة اف بريم كتعطينا اف صغيرة دونك هذي ما لادرنا لها الشيقاق رتحنا في هذي إذن هذي تسمى ديالة الأصلية ال اي بريم على اي مربع دونك هادشينا عندكم بالنسبة لهذا الخاصية